بصوا انا ما عايز اكلمكو عن ده انا من يعني من اخر البنات اللي ممكن اكون باهتمم موضوع اللي هو ازاي من خلي بالنا من احنا من نمشوا والميكوب بفوشينا كنت بقى على طول ببقى مقتولة وبنام بالميكوب وبكسل بقول لسه هاده شي اللي اللي في عين وهاخد وقته بتاع وده انا جبته كده بالصدفة لو مكنتش مهتمة ولا في دماغي اللي هو حاجة عادية جدا مجرد ما استعملته بيشجعني ان انا ما كسلش واشيل الميكوب لانه بيشيل الميكوب بشكل وهمي بفظيع هو مخصص للعين مجرد ما بحطه في القطنة من اول مرة وبتشال على طول يعني مش مستهلة انا اه ده انا ممكن نكون قادة مسلا خلاص بنام على نفسي بعمل كده خلاص كده تشال اللي هو اصلا بحس ان انا كان ادخل الطويلة يعني اللي هو ماهملش حاجة فبصراحة وهمه مش بيعمل حرقان في العين وحتى مكتوب هنا ان هو الديليكاتو اوكي سنسيبيل اللي الحساسة يعني 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 طحفة طحفة بصراحة يعني ممكن يكون يعني اه ان هي حاجة من نسبالكو مسلا عادية انا اتكلم فيها بس لقا هتفرق يعني الاهم من ان انتو تحطوا حاجات للبشرة زي غسول والحاجات دي لقا ان ما ننمش بالميكب ويكون حاجة كويسة مش مجرد حاجة بنفرج بيها وشينا نعد ليه المناديل اللي بتقولنا نشيل الميكب ونفرج جامد ونكسل وحاجات دي لقا يعني بتفرق وعايز اتكلم برضو في كام حاجة كده نصايح ازاي ما يجناش حبوب في بشرتنا باستمرار وشوية نصايح كده من الحاجات اللي انا جربتها لان انا اكتر واحدة بعني من الحبوب في البشرة والحاجات دي فجربت الحاجات اللي بتجيب بقى الحبوب والحاجات اللي بتحميني من الحبوب في البشرة وفرقت معايا جدا انا انا من الناس اللي بحب اتعرض للشمس واخرك في الشمس وكده وبحب الشتة برضو بس الفترة الاخيرة دي بتحب الشتة الشمس قوي عشان في فترة كده ليه كمان كورونا كنت محبوسة في البيت فاللو بقا جات للهبة اللي كل يوم نزول وكده المهم يعني اااء لتجنب الحبوب في البشرة على قد من من الناس اللي كنت دايما بamızاشجع بالشمس وفيتامين دي ومهم جدا والفظيع لأ 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 أعنا الشمس دمر لي وشي غير طبعا estas بسمارو كده بسا ما عنديش العقد الليية بتاعتzo ما رو يسمرو جاو ده مش بيفرق معايا بس هي الفكرة في ايه بقى ان الشمس على قد من الناس تقولك فيتامين دو بتاع لا الشمس بتبوز الجلد بالجد على حسب طبعا من الشمس اللي هي الحلوة دي اللي هي بعد المغرب بتاعت الصبح بدري اوكي بس عموما لتجنب الحبوب للبشرة تجنبوا يا بنات الشمس الشمس بتعمل حبوب رهيبة للبشرة بالذات الشمس اللي هي القوية مع العرق الوش اللي كل شوية يعرق 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 والعرض للشمس كل ده بيعمل حبوب للبشرة ومن ضمن الحاجات اللي فرقت معايا الغسول اللي انا كنت مكلمة وردها لكم كنت بس تعمل غسول كده طبيعي صبح وبالليل صبح وبالليل صبح وبالليل لقيت ان الحبوب عندي اختفت فاكتشفت ان هي الموضوع موضوع ثقافة وموضوع ان احنا نفهم بشرتنا وموضوع برضو نضافة لان احنا نتعرض لتلوث شمس عرق للبشرة فاحنا لازم نهتم بان احنا نغسل وشنا على طول ما ينفعش لو يوم واحد بس كسلنا ان احنا نغسل وشنا حيطلع الحبوب ومش هلتعالج بسهولة فلازم كل يوم الغسول ممكن كمان نستعمله صبح وبالليل بس يكون طبيعي اكتر لو صبح وبالليل اللي هو الكويس مع كمان انا كنت بستعمل كريم اللي هو بروفيكانتي اللي هو مش مجرد ان هو بيرطب لا معاقم في نفس الوقت بيحميني من عوادم السيارات وكل ده انا كنت اتكلمت عليه في فيديو ده بالنسبة للنصايح عشان بشرتنا والحبوب ومن ضمن النصايح برضو التجنب بالحبوب بالبشرة طبعا ان هنشرم مية المية مفيدة تمام اه هقولكو حاجة تستغربوا مني حاجة غريبة بس يا فرقت معي اه النوم بدري الصحيان بدري معرفش بحس ان هي بتقصر على البشرة برضو يعني بالذات للعين كمان اه وما تتعرضوش للشمس عشان انا كمان الفترة دي تعرضت للشمس كتير كمان لقيت برضو في حلط في بشريتي وشي زي كان الجلد بيتقشر دي حاجة غريبة وانا من الناس كمان العكس يا ناس ممكن الناس تحصلوهم الحاجات دي في الشتاء لأ انا ما بتعرض لشمس كتير معرفش ازاي بلاقي وشي بيعضي اقشر كاني كاني في شتاء ولازم يترطب يعني ممكن بقش كمان انا الشمس هنا اللي هو مش في مصر في ايطاليا انا هنا في اجازة بس ملاش علاقة يعني اوان شمس هنا قوية جدا بس اعتقد ان الشمس انت كل حدة وطبعا برضو من ضمن النصايح سمعتها قبل كده بس انا اقولك الصراحة انا مش بامش بيها على طول آآ بيقولوا ان الكيس المخدة يتغير من وقت الوقت يعني وقت وصير مش يتساب كل ده بيفرق في برضو للبشرة آآ من كيس المخدة يتغير والنظافة والحاجات دي بتقصر على الحبوب انه ما يجي لكيش حبوب للبشرة والحاجات دي تمام وحاجات كتيرة جدا يعني بتحمينا كمان من الحبوب منها ان احنا نفهم بشرتنا صدقوني هتفرق كتير جدا يعني انت واقع تستغرقوا تقولوا ده ايه علاقاتها بالنصايح لا اه لايه علاقة كبيرة جدا ان احنا نبقى عندنا ثقافة ان احنا عارفين بشرتنا بشرتنا امتى بيطلع لها حبوب بشرتنا ايه اللي بيجيب لها حبوب بشرتنا ايه اللي بشي معاها لان انا برضو لو قلت لكم كل واحد حسب بشرته يعني انا من الناس اللي بشرتي اه في اه بحس ان هي دهنية على جفة اه في بعض المناطق في في وشي اه جفة جدا 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 في الشتاء ممكن تكون واحدة بشرتها عادي فانا بقول لكم كل بشرة لازم ندرس بشرتنا زي ما مندرس حاجات في الحياة وبنذاكر لاشرتنا لازم دراسة تبقوا فاهمينها اه هتفرق معاكو جدا لو فهمتوها يعني ما تسعدوش تسألوا مثلا لوحدة اعمل ايه بشرتي وتروحوا مثلا عندي واحدة اللي هي استيتيستا اللي هي اسمها ايه بيوتسينتا دي اه اللي هو اصلا انا وشي مش عارف ايه اصلا اعمل انتي المفروض تبقى عارفة وشك في ايه اه طبعا تهتمي وتروح تعملي نظافة للوش وده مهم من وقت الوقت بس تبقى انتي عارفة برشتك ايه تدرسيها اتجربي معادي اتجربي شوفي انا بصراحة ما كانش عند الحتة دي الثقافة دي فهمت بعد كتير ايه اللي بيجي و ايه اللي ما بيجيش والتجنب والحبوب وحاجة كتير اقوي في متاع برشتي فادي بنمدون الحاجات نركز فيها بس يا بنات مش عايز اطول عليكم اكتر من كده طولت عليكم المرد كتير انا عندي حاجة كتير اقوي عايز اقولها لكم مش عايز اطول عليكم وعايزين تسألوا ايه سؤال انا معاكم انا اصلا بكلمكم بالليل وانا ما بحبش هصهر بس كان مش عارف حاسيت ان انا عايز اتكلمكم عن الميك اوب ده اللي بشي الميك اوب ده استروقانت حاسيت ان انا عايز اتكلم معاكم شوي على الحاجة دي اللي هو اخد مني دي قاعدت عشر ده يتكلمكم عليها طبعا دي من افورش ايه افوروشيه وزي ما اقولت لكم انا مش تابع منتج مواين اي حاجة بتاعجيني بتكلم عليها واشوفوا اقولوا انتوا عايزين اتكلمكم في ايه ثاني وانا معاكم يلا بنات عايزين حاجة يلا كومنتات بقى وكده وقولولي رأيكم في اللي انا بقوله باي باي اشتركوا في القناة